وسوف أبدأ الآن مباشرة مع هذه القضية قضية الإنيروى ما هو الخطر المحدق بها ويسعدني أن أستضيف المستشار الإعلامي لها السيد أبو حسنة مساء الخير وأهلا وسهلا بك في هذا البرنامج يعني قرار الكنيسة الإسرائيلي خطير جدا ما هو الهدف؟ هل هو الهدف عسكري أم سياسي أم هو لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟ ودعني أن أذكر بهذا القرار الكنيسة أقر مشروعي قانون يحضران وكالة الإنيروى لإغاثة وتشغيل اللاجئين يحضر العمل في إسرائيل ويقول القانون الذي أقره الكنيسة بأغلبية 92 صوتا مقابل معارضة عشرة أصوات ينص على أن لا تقوم الإنيروى بتشغيل أي مكتب تمثيلي ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي دولة إسرائيل وفق القانون كيف سيؤثر ذلك؟ استاذ أبو حسنة يعني في البداية تاريخيا كان هناك موقف إسرائيلي من الإنيروى كان البعض ينادي بإنهاء الإنيروى والبعض الآخر يقول بأن هذا ليس الوقت المناسب يعني كانت العلاقات دائما بين المد والجزر مع الجانب الإسرائيلي ولكن يبدو أن الأمور بعد السابع من أكتوبر تتجه إلى حسم الملفات لدى إسرائيل وبالذات أن الأنيروى في نظر العديد من المسؤولين الإسرائيليين والنخب أيضا تمثل تهديدا وتخليدا لقضية اللاجئين الفلسطينيين كما قال السيد نتنيه فقط قبل يومين قال هذه المنظمة يجب أن تذهب لأنها تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين وتمثل تهديدا بطريقة أو أخرى بلا شك أن هذا القرار الذي تم اتخاذه أو المسودات القرارات التي تم تصبيط عليها والآن هي تحال للحكومة للبدء بالتنفيذ هي سابقة تاريخية لم تحدث على الإطلاق منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن أن دولة عضو الأمم المتحدة تحضر أو تمنع منظمة هي الأكبر في منظومة الأمم المتحدة من العمل وتريد تفكيكها وتدميرها يعني الذي حصل تاريخيا أن الأمم المتحدة أقامت دولة إسرائيل بطرار في عام 1948 وأعطت الفلسطينيين الأونروا هذا الذي حدث في حين يعني إسرائيل 48 الأونروا في ديسمبر 49 هذا الذي حدث لكن من الواضح الآن أن الهدف أصبح واضحا لا يختلف عليه إثنان المطلوب رأس الأونروا هناك فكرة إسرائيلية بأنه بتدمير الأونروا يتم تدمير قضية اللاجئين الفلسطينيين تغيير مفهوم اللاجئ الفلسطيني الذي حافظت عليه الأونروا والقرارات الدولية اللاجئين كانوا 650 ألف اليوم أصبحوا 6 ملايين يطلقون مساعدات وبالتالي بعد تدمير هذه القضية يتم تدمير حتى مضمون الحل السياسي حل الدولتين والمصاري السياسي بصفة عامة هذا هو الهدف كيف يحققون ذلك عن هذه القرارات؟ نعم استاذ عدنان لو سمحت لي واسمح لي بالمقاطعة يعني القرار ليس فقط إسرائيليا لنكن واقعيين واشنطن أوقفت تمويل الأونروا عدة مرات أبرزها في العام 2018 ثم في بداية العام 2024 ضغطت على حلفائها كذلك في صفقة القرن الصفقة أكدت صراحة منذ العام 2020 على إنهاء وجود الأونروا واعتبارها عقب أمام حل مشكلة اللاجئين وبلغت استجابة الأونروا للضغوط الدولية ذروتها عام 2021 حين وقعت الأونروا اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة والتي تمنع بمجابها الوكالة الخدمات عن المنتسبين للفصائل الفلسطينية يعني هنا أنا أريد أن أسألك هل الدور هو فقط دور إسرائيلي أم هو دور أمريكي مقصود وواضح بشكل واضح؟ يعني بلا شك أنه إدارة الرئيس ترامب كان واضحين تماما وكوشنير قال بكل الوضوح بأن هذه المنظمة يجب أن تنتهي وأن بانتهائها من الممكن تمهيد الطريق أو الطريق تمهد باتجاه اتفاقيات يعني نقل السفر الأمريكية للقدس وبعد ذلك قضية الأونروا وكان واضح ذلك ولكن هناك اختلاف بالإدارات بصراحة الإدارة الديمقراطية عندما تحركت باتجاه وقف التمويل كان بسبب ادعاءات إسرائيلية بأن بعض الأفراد شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر ولكن معظم الدول المانحة كانت ستة عشر دولة أو قرط التمويل كلها أعادت التمويل مع ذا الإدارة الأمريكية لأن الموضوع ذهب إلى الكونغرس وأخذ طابع التشريع وقالوا لنا بأن موضوع التمويل سابقا معلقا حتى مارس 2025 ولكن اتضح للمانحين كلهم والإدارة الأمريكية أيضا بأن القضية ليست قضية تحقيقات وليست قضية خروقات وموضوع حيادية القضية هي اتجاه رأس الأونر والمطلوب رأس الأونر لذلك كل الدول المانحة عادت تمويل الأونر وحتى أن بعضها زادة من عملية التمويل مثل أيرلندا أسبانيا البرتغال والإدارة الأمريكية أيضا رأينا الأمس في مجلس الأمن في بيان مجلس الأمن أيدا موضوع أن يجب وقف هذه القرارات وأن الأونر ويجب أن تستمر وهذا ما قاله بلينكين أمام الاتحاد الأوروبي أيضا ولكن فكرة تصفية الأونر وموجودة الوعي الإسرائيلي منذ فترة طويلة بصراحة وكانت العلاقات بيننا بين ماد وجزر كما قلت يعني كان هناك مثلا في غزة أنه عندما كنا على سبيل أن نتأخر في الرواتب مثلا أو هناك نقص في المواد الغذائية كل المسؤولين الإسرائيليين اتصلوا لأن موضوع الأمن يعني غياب الأونر ويعني تفجير الأوضاع في قطاع غزة ولكن اليوم الأمور اختلفت بعد السابع من الطويل طب الآن بعد قرار الكنيسة ما هو الخطر الأكبر بعد هذا القانون إذا صح التعبير نعم يعني هم قانونات بصراحة القانون الأول ينص على منع عمليات الأونر والمناطق ذات السيادة الإسرائيلية يقصدون القدس الشرقية يعني نحن لدينا مقر رئاسة عمليات الضفة الغربية في القدس الشرقية في الشيخ جراء أيضا مقر المفوض العام للأونر وأيضا بعض مكاتب المنظمات الأممية لديها أماكن في داخل هذا المقر هذا يعني أن منطقة القدس الشرقية طبعا لدينا مدارس وعيادات ومعهد تدريب ضخم ومعهد تدريب قلندية يريدين أكفاله ولكن القانون الثاني الذي تم إقراره النظر في التفاصيل التقنية للقانون على ماذا ينص ينص على وقف التعامل مع الأونروا ينص على وقف الإعفاءات الجمركية عدم منح تأثيرات دخول وهكذا هذا يعني عمليا انهيار الخدمات يعني عندما أنت لا تريد التنصيق معي أنا موجود في معبر كرم أبو سالم الأونروا هي شريان الحياة في غزة تقريبا لوحدنا في غزة نعمل بمساعدة طبعا بعض المنظمات الصغيرة هنا وهناك لكن نحن لدينا 13 ألف موظف في غزة و10 ألاف موظفين مؤقتين مئات العربات والشاحنات والتاريخ والذاكرة الجمعية والمؤسسات يعني في غزة نحن تقريبا لوحدنا عندما توقف الاتصال يعني شاحنات تتحرك عشرات الشاحنات يوميا قركة البضاعة نشتري البضاعة من السوق الإسرائيلية يعني كل شيء يتم شراؤه من خلال إسرائيل سواء للضفة الغربية أو قطاع غزة الإعفاءات الجمرقية تلغى معنى ذلك أنك تستطيع ستشتري بأسعار أعلى المحاملات البنكية يعني إيقاف التعامل البنكي يعني حتى السلطة الفلسطينية يعني الفلسطينيون يتعاملون من خلال دروس يعني معنات الحكي معنى هذا الكلام استزعدنان أن الإنروا ستقتل عملياً في الداخل؟ إذا قامت إسرائيل اليوم القرار في يد الحكومة الإسرائيلية لا نعرف متى وكين سيتم بيق القرارين على الأرض ولكن إذا طبقوا هذا القرار بما هو موجود بتفاصيله التقنية نحن أمام كارثة الكارثة أن تتوقف العنير نعم كارثة أن تتوقف العمليات وسنكون ليس أمام كارثة حتى مصطلح كارثة لا ينفع أمام سونامي إنسان إذا كانت غزة تجوع الآن بوجود الأنروا فما بالك ونقول أن الأنروا شريان الحياة أخرج انتزع شريان الحياة ولك أن تتخيل ما الذي سيحدث على الأرض هو كما تفضلت الكلمة المناسبة هي تسونامي إنساني ضد الشعب الفلسطيني طيب سؤال معرفي لو سمحت استاذ أبو حسنة الولايات المتحدة الأمريكية قلت عادت معظم الدول الولايات المتحدة عادت إلى التمويل الكامل للإنروا لا الإدارة الأمريكية حتى الآن أوقفت التمويل وقالوا لنا بأن هذا الموضوع الموضوع التمويل سيعاد النظر فيه في مارس الفين وخمسة وعشرين أي بعد الانتخابات الأمريكية ولكن رأيهم من مدوبتهم في مجلس الأمن بلينكين حتى أوستين وزير الدفاع الأمريكي أرسل الرسالة رئيس الحكومة الإسرائيلية قال له أن هذا قطير هذا هدم لمنظومة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تمثلت في الأمم المتحدة كيف يمكن لدولة أن تسن قانونا محليا يلغي منظمة أممية في النهاية هم الذين بنوا هم الذين بنوا هذا النظام اليوم يتم يحطيمه كان أي دولة الآن أن تسن قانونا وتلغي اليونسيف على سبيل المثال أو منظمة الصحة العالمية هذا السبب يتحرك العالم الآن موحدا تجاه هذا القرار الإسرائيلي لأنه من بنوا أم وسوقوه قيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني والتفاقية جينيب الرابعة وحقوق الإنسان كلها الآن على المحق لذلك العالم يتحرك يعني شبه موحد باتجاه الضغط على إسرائيل لوقت أو تأجيل تطبيل القرارات طيب بالنسبة للضغط الحاصل اليوم مجلس جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية بطلب من الأردن ورئاسة اليمن وأدان قرار الكنيسة وقال حرفيا ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبرها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي طلب المجلس أيضا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة نعرف أن أمريكا لن توافق على الفصل السابع في كل ما يتعلق بإسرائيل لكن هل الموقف العربي اليوم هذا هو المطلوب أم تطلبون أكثر؟ طبعا نحن نطالب بموقف موحد على مستوى العالم يعني الموقف العربي اليوم هو موقف جيد هناك دول مصر الأردن السعودية دول الخليج الإمارات وهكذا هذه الدول والكوايت طبعا هذه الدول كان لها موقف واضح من قضية من قضية الأنظر هذا الموقف كان يجب أن يترجم عبر إجماع عربي للانضمام إلى الإجماع الدولي لماذا؟ لأنه اليوم السيد جوتيرس الأمير العامة للأمم المتحدة سيذهب بهذه القضية لجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقامت دولة إسرائيل والتي منحت التفويض للأمم وسيطالب باتخاذ موقف أيضا أنرويج أنرويج ستطرح على جمعية العامة للأمم المتحدة أخذ رأي محكمة العدل العليا فيما يحدث بالنسبة للأمم لأن منظومة هيكلية النظام العالمي الجديد التاريخية أصبحت الآن مهددة ليس فقط بسبب الأنروة ولكن بسبب اعتقاد بأن ما سيحصل سيشكل سابقا لكن عربيا هناك بلا شك موقف موحد وهذا الموقف جيد للغاية يساهم في دعم الموقف الدولي أو في تماس وانسجام مع الموقف الدولي وهذا الموقف لم يتغطر وهذا الموقف جيد طيب طيب استاذ عدنان سؤال أخير لو سمحت وأشكرك على التفضل بقبول دعوتنا كم إذا قلنا في كارثة أو تسونامي كارثة إنسانية كما تقول على الناس في غزة وغير غزة كم سيرمى من الموظفين فئتون البطالة وبلا عمل من الإنروا في حال تم تطبيق القانونين الإسرائيليين ولن نحن لدينا في الضفة وغزة حوالية ثمانية عشر ألف موظف ثابت نوظف أيضا بمشاريع ودعم القطاع الخاص ودعم المؤسسات الغير حكومية عشرات الألاف من الموظفين ولكن على سبيل المثال إليك غزة عندما ننفذ نحن مشاريع في غزة أربعمائة مليون دولار مشاريع إقامة مدن الحي الإمارات الحي السعودي المدارس وما إلى ذلك نحن أيضا نشغل قطاعات أخرى بعشرات الآلاف يعني غزة كانت تستهلك ثمانية وتلاتين في الماء من ميزانية الأنروا يعني نحن جزء أصيل من العمل التنموي والاقتصادي والتشغيلي في غزة وفي الضفة الغربية كل هذا سينتهي إذا توقفت الأنروا بالإضافة إلى حرمان اليوم نحن نقدم مساعدات إلى 2.3 مليون فلسطين في غزة قبل 7 أكتوبر كنا نقدم لـ 75% من السكان اللي هم لاجئين اليوم 2.3 مليون يعتمدون علينا في المواد الغذائية في المياه في الوقود الذي نزود به المشافي والبلديات ومحطات تحليات المياه ومحطات الصرف الصحي عياداتنا تستقبل يوميا عشرات الألاف من المرضى نحن تقريبا الجسم الوحيد الذي بقي متماسكا ويريدون تحطيم من بقي متماسكا صحيح شكرا جزيلا لك على كل حال شاشتنا مفتوحة لك أستاذ عدنان أبو حسنة ودل إنيروا لمتابعة هذه القضية الخطيرة على الشعب الفلسطيني وعلى مستقبل اللاجئين لشك أن القرار هو في نهاية الأمر كما تفضلت سياسي وهو لكي الوعي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا